وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكا من يشاء والله واسع عليم and their prophet said to them indeed Allah has appointed طالوت as a king over you they said how can he be a king over us when we are fitter than him for the kingdom and he has not been given enough wealth he said verily Allah has chosen him above you and has increased him abundantly in knowledge and stature and Allah grants his kingdom to whom he wills and Allah is all sufficient for his creatures needs وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية لما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين and their prophet said to them verily the sign of his kingdom is that there shall come to you a wooden box wherein is peace and reassurance from your lord and remnant of that which the household of Moses and the household of Harun left behind carried by the angels verily in this is a sign for you if you are indeed believers فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَاهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا إِلَّا مَنْ اغْتَرَ فَغْرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ثُم سَا مَنْ تَالُوْذَوْا لَا طَاقَةَ لَا ًآ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الْبَأَنِ وَاللَّهُ ٌٰ حَاتِاتِ لذا فم تشفتهم لفضل الفيحة لفضل الفيحة عنه لمن يحبون رأسهم لفضل الفيحة لذا فم يحبونها فإنه والذين الذين يؤمنوا معه قالوا نهاية اليوم لدينا مقاعدة جلوت وقاله ولكن الذين الذين يعرفون بإمكانهم أنهم ستجدون الله قالت وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَإِنصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ And when they advanced to meet Jalud and his forces, they invoked Our Lord pour forth on us patience and set firm our feet and make us victorious over the disbelieving people فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلَّمَهُ مِنْمَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْطَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ So they routed them by Allah's leave and David killed Jalut and Allah gave David the kingdom and prophethood and taught him of that which he willed and if Allah did not check one set of people by means of another the earth would indeed be full of mischief but Allah is full of bounty to the mankind, jinn and all that exists تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ These are the verses of Allah, we recite them to you O Muhammad ﷺ in truth and surely you are one of the messengers of Allah Thank you